العمل الإنساني كان له حصة كبيرة بالمجتمع اليوم عم يكون فيه مبادرات وجمعيات خيرية يمكن مبادرة بكلمة، بسند، بدعم نفسي، بمادي أهل الشام دائماً على امتداد الجغرافية معروفين بالعمل الخير والعمل الإنساني اليوم صحيح نورو اليوم ضمن فقرتنا الصباحية لليوم رح نحكي عن مؤسسة قدرت أنه هي تكون متواجدة وفاعلة على الأرض بمجموعة كبيرة من الفعاليات المجتمعية التطوعية والإنسانية وغيرها من المبادرات بمختلف المجالات رح نحكي أكثر عن البرامج المجتمرة ضمنها المؤسسة وأيضاً عن شو بتقدم وكيفية ممكن حتى الانضمام إلى أول مساعدة بالشيء اللي عم تقدمه للمجتمع السوري كل هالتفاصيل عن مؤسسة مبادرة أهل الشام رح يطلعنا عليها أمين صر المؤسسة السيد نور السيروان أهلا وسهلا فيك ويسعد صباحات يسعد صباحكم صباح الخير لكم للمشاهدين الكرام صباح سوري وصباح لوطننا الغالي سوريا الغالي لكل من يسمعنا مشاهدنا يسعد صباحكم أهلا وسهلا فيكم شكرا للإصطافة أهلا وسهلا خلينا بالبداية لكل الناس اللي يعني تتابعنا نعطي بس هيك نعرف شوي عن مؤسسة مبادرة الشام شو هي قد يصر على أرض الواقع شو هي النشاطات والفعاليات اللي بتقوم فيها على مختلف الأسايدات أكيد بالبداية مؤسسة مبادرة أهل الشام بلشت في اللجنة المركزية لمبادرة أهل الشام عام 2013 وهي تجمع عدد من جمعيات دمشق وريفا ببداية الأزمة ونحن هلأ الحمد لله بمرض التعافي المبكر وانفراج الأزمة جمعوا عدد من جمعيات دمشق وريفا لإيغاثة الأهالي بمحافظة حمص لتسيير وعدد قوافل لإيغاثة الأهالي بمحافظة حمص كبر عمل اللجنة المركزية وتوسعت مشاريعها بعام 2018 بـ 25-03 بقرار كريم من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تم إشهار المؤسسة كمؤسسة مبادرة أهل الشام بتعنى بعدة مجالات منها التنموية والإيغاثية والطبية والتمكين بالإضافة لعدة مشاريع وبرامج المبادرة اليوم هي مسؤولة أو تحد غطاءها حوالي 59 جمعية بجمعيات ريف دمشق تقوم على تخديمهم بكافة النواحي تقريبا حسب الإمكانية بالشراكات أكيد مع المنظمات الدولية وأهل الخير والجهات الباعمة لهذا الأمر طبعا المبادرة اليوم كمؤسسة إلى عدة مشاريع مثل ما ذكرنا وانطلقنا أيضا لمشروع الصندوق الطبي الذي يقوم على تخديم عدد من المرضى المستفيدين بعدة بإحالات طبية عمليات جراحية تصوير شعاعية ومن ثم إلى مشروع كفالة اليتيم تقريبا لذلك مبادرة مشروع كثير منهم وهو أيضا مشروع رائد مشروع كفالة اليتيم ومن ثم مشروع كفالة طالب العلم ومن ثم انطلقنا إلى المشاريع التنموية اليوم نحن بهذا المجال يجب علينا أن يعني مفهوم الإغاثة جيد ولكن اليوم علينا أن يجب علينا أن نعمل ديمومة استمرار نجب علينا أن نأمن فرص عمل فقامت المبادرة بتأمين عدد من فرص العمل مهم خلال هذه السنوات الماضية لذلك صار عندنا كمان مر فرع في محافظة الخنيطرة مشروع مشروع دعم الشباب وتمكين اليافعين أيضا بمحافظة درعة تقريبا صار عندنا تدريب حوالي أكثر من يعني عدد كبير من الشباب المستفيدين بدورات أساسية والآن صار عندنا مركز للتعليم المهني والتمكين في منطقة الصبورة لتعليم السيدات على مهن وعلى حرف لتأهيلهم لدخول سوق العمل أيضا لدى المبادرة عددك مشاريع وهي عم تواكب الحدث ولكن نحن فضل ساذة نور ولكن كمان نحن شفنا هلأ صور نحن حضرتك عن تحكي عن بعض لقطات من المبادرة اليوم كمان يمكن الشيء الملفت للنظر أن أنتو دخلتوا بموضوع ترميم المنازل تأهيلها هذا شيء كتير قليل لنشوف مبادرات سبقتكم على هذا الموضوع يمكن فيه توعوي فيه تنمية فيه تطبي فيه كتير عنا مثل ما قلت بالبداية أهل الخير موجودين والجمعيات ومبادرات كتير لكن هذا يمكن أول مرة نشوف حدا دخل بموضوع أنه نحن نرمن بيت أو نساعد على إعادة تأهيل المكان هذا الشيء أكيد نطلقنا فيه من مسؤوليتنا المجتمعية نحن في هذا الوطن الغالي سوريا الحبيبة كأبناء هذا المجتمع دائماً مثل ما أفكرتكم عن تحكيه نحن في المبادرة دائماً من واكب الحدث يعني بالمشاريع اللي هي اليوم شو الحاجة المجتمع لها نحن اليوم وين وجودنا يجب أن يكون فاعل وقوي لهيك توجهنا لهذا المشروع ومشروع ترميم المنازل أيضاً طلقنا لعدة مشاريع بتماذكرنا مشروع الدعم النفسي والتمكين والتعليم فاليوم مشاريعنا هي مواكبة الحدث اليوم المجتمع شو هو بحاجة شوين نحن لازم نكون موجودين لهيك بصراحة دائماً عنا دراسة للمشروع وعننا إعداد خطط استراتيجية لمواكبة الحدث طب خلينا نحكي شو مشاريعكم القادمة بما أنه كل المبادراتكم هي حسب الحدث يعني نحن نكون موجودين وين ما نكون في حدث موجودين دائماً ومستمرين على أرض الواقع نحن يعني فينا نقول عم نودع عام 2022 ونستقبل عام 2023 أكيد فيه أجندة كبيرة للكون بما أن نكون موجودين على جميع الأصعب إذا إذا إلا الدعم المادي والنفسي عم نحكي الطبي عم نحكي عن التمكين دورات تدريبية للشباب تكونوا على أرض الواقع مع المجتمع الأهلي شو الفعاليات والنشاطات اللي عم نحضرون نحن من فترة تقريباً أسبوعين وبرعاية كريمة من سيد محافظة ريف دمشق ويدعم من غرفة تجارة ريف دمشق أطلقت المبادرة دورات تنموية في منطقتين في ريف دمشق بعنوان مهنتك إيدك وتفيدك هاي المبادرة هاي الدورات التدريبية كانت موجهة للسيدات وللشباب يلي حابين يدخلوا لسوق العمام من خلال دورات بالخياطة دورات بتمديدات كهربائية دورات عدة دورات فأطلقنا بمنطقتين والأول تم تأهيله وتمكينه طبعاً عندنا كتير مشاريع لـ 2023 حقيقةً نحن نحب نكمل بالشيء اللي بدأنا فيه واللي عم نشتغل عليه اللي هو الدعم والتمكين والتنمية بالإضافة لمتابعة بمشاريعنا التنموية والطبية والإغاثية واليوم نحب نكون ولدين لحاجة اليوم نحن بصراحة عم نتوجه لدعم الشباب وتمكين اليافعين ودعم النساء اللي يعيدوا أسرهم اليوم نحن بصراحة عنا المرأة السورية عندها مهارة عالية وابداع عالية فنحن عم نساعدهم يدخلوا بسوق العمال ويدخلوا بمشاريع كتير مهمة بالإضافة لمشروعنا التببي اليوم كبان عنا بخلال مشروعنا التببي التركيب أطراف صناعية اليوم هذا المشروع كتير مهم وهذا الشيء الجانب كتير مهم هذا الشخص اللي فقد جزء من طرفه عم يكون اليوم هو ما يحس حاله اليوم بالعكس حس حاله اليوم شخص فعال ودو تأثير وموجود طرف حتى عنا قصص نجاح كتير بهذا المجال بالإضافة لانطلاقنا بمشروع طبعا أكيد كما ذكرنا كفالة اليتيم وكفالة طلاب العلم وعنا اليوم للأمانة توسع جدا وخطط كتير لعام 2023 عم نشتغل عليها وقريبا يعني بإطلاقتها بعام 2023 إن شاء الله أكيد بيضل العمل مستمر خلينا بمأنو عم نحكي عن أعمال مستمرة وأنشطة نتعرف على خريطة التوزع الجمعية إن كان مو بس بي ديمشق أيضا بالمحافظات السورية واللي رح ترافقكم أيضا صور توضيحية عن موضوع نحن كما ذكرت ببداية تقريبا عندنا حوالي 59 جمعية في ريف ديمشق والآن صار عنا توسع أكتر في بعدة جمعيات خلال عام 2023 هاي النقاط هنن في عنا مشروع برنامج مع برنامج الغذاء العالمي الـ WFP لبرنامج إغاثي بإضافة لمشروع دعم النساء الحوامل المرضيعات المتسربين من المدارس هذا كتير مشروع مهم لأننا عم نلاحظ فيه تسرر كتير كبير من المدارس فاليوم هذا المشروع عم يكون على احتطان هؤلاء الأطفال وعودتهم للمدرسة بشكل كتير مهم أيضا عندنا توسع بمحافظة الأنيترا كان عندنا عدة فعاليات كمان وتشاربكيات مع عدة جهات لدعم الشباب وتمكين اليافعين ومثل ما ذكرت بمحافظة درعة لنتوسع بهذا المجال طبعا اللي احنا اليوم علينا نشوف بصراحة الكم حلو بس لاننا نشوف الكيف يعني اليوم كون عندي كم كبير بس ولكن لازم كون عم خدمه بطريقة صحيحة وبطريقة مدروسة وبطريقة منهجية وبطريقة خليني أعرف اليوم أوصل للمستفيد بشكل صحيح طبعا كل هذا الشيء بري أكد عليه كل الأشخاص اللي عم يستفيد من خذبات المبادرة هي تخضع لمعايير أساسية لقبولها يعني أي حدا حلو مع احترام والتقدير بس ولكن في معايير للقبول لأنه هي عبارة عن أموال هي يعني أو دعم هو اللي نسؤولين عنه أمانة وأمانة بصراحة وأيضا عندنا اليوم كرامة المستفيد أنه يأتي المستفيد اليوم يتخدم بطريقة صحيحة يتخدم بطريقة يقدر يأخذ الدعم من خلاله فهذا الشيء ومن خلال اللقاء الكريم اللي احنا فيه عندنا يعني بصراحة نحنا اليوم موجودين لنخدم أبناء مجتمعنا السوري اللي احنا بنفتخير ونرفع راسنا فيه نحنا أبناء هذا الوطن وأبناء هذا الشزء كبير ومسؤوليتنا الاجتماعية والتنموية لهذا المجال فالتوسع مثل ما ذكرت حلو الكم بس ولكن يشوف الكيف كيف بدي يخدم هذا الشيء وبصراحة اليوم عم نسح على دعم المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر وصارع كان عندنا بصراحة عدة دعم لهذا المشاريع ومن فترة كان فيه عندنا تشاركية مع أحد البنوك الخاصة بطنك البركة اللي هو دعمنا بمشروع الأم بركتنا اللي دعم الأم المعيلة، أم البديلة، أم الشهيد، أم التويل الاحتياجات الخاصة لتأهيلهم لدخول سوق العمل وهلأ إن شاء الله في طور توسع هذا المشروع حسب الإمكانيات المتاحة لنا وأكيد نحن لخدمة وأبناء هذا المجتمع السوري الغالي علينا إن شاء الله يا رب تبقوا بهذه الهمة على طول شفنا بعض الصور التوضحية لشغلكم وقداش في عندكم فعليا نشاطات كبيرة وشركاء يعني في جهود جبارة في تشاركية كبيرة أكيد وأهل الخير أكيد أهل الشام هنن أهل الخير يا رب هيك دائما هاي الهمة تبقى منتمنى لكم التوفيق وجهود كبيرة عم تخوموا فيها يعطيكم ألف عافية شكراً لكم شكراً لكم للاستضافة الكريمة وللقناة الأخبارية السورية ولكل الشركاء الداعمين من جهات الحكومية من أهل الخير من المنظمات الدولية وإن شاء الله دائماً كيد سوريا بخير وصحة وسلم يا رب أكيد شكراً لك ثم أبناء موجودين لحتى يمدوا الإيد ويساعدوها بالوقت لي محتاجة في أكيد رح تبقى قوية بقوتنا شكراً لكم شكراً شكراً لكم